ترى المعلومات اللي بقولها لك الحين ترىها خطيرة جدا وكانت صعبة جدا أني ألقاها في جميع المواقع بحثت بحث عميق جدا عشان ألقى إشهال هذه المناطق يعني اللي بتسمعها الحين أخبار جدا صعب تلقاها لكن بحط لكم الروابط في الـ description لكن أنت ومسؤوليتك الصوت اللي سمعت قبل شوية ترى ما هو بصوت عادي أبدا الصوت اللي سمعت قبل شوية هي رسالة مرعبة جدا فأصوات الطنين المتقطعة هذه هي لغة تستخدمها السفن عشان ترسل رسائل للمواني القريبة منها أو حتى السفن المجاورة طب اش كصة هذه الرسالة؟ الرسالة هذه هي جاية من سفينة اسمها S.S. أورينج ميدانا أو ما يسمى بسفينة الأشباح ففي عام 1948 ميلادي وصلت هذه الرسالة لمواني موجودة على مضيق ملقة والمضيق هذا بين أندونوسيا وماليسيا وصلت هذه الرسالة من المحيط الهندي كانت هذه الرسالة في مثابة كابوس كان في هذه الرسالة كل البباط ميتين بمن فيهم القبطان الجميع ميت في غرفة القيادة وعلى الجسر من المحتمل أن جميع الطاقم قد ماتوا بعدها انقطع الإرسال وقفت الرسالة حينها بس بعدها فترة بسيطة وصلت رسالة ثانية كانت رسالة تقشر البدن رسالة قصيرة جدا كان في هذه الرسالة أنا أموت يعني اللي أرسل هذه الرسالة كان ما بين الحياة والموت ظنوا باقي المواني أن السفينة هذه حجمت عليها قراصنة وأنهم يبغون النجدة فأرسلوا سفن مدججة بالأسلحة أرسلوا جيوش للسفينة هذه بس يوم وصلوا لمكان السفينة ما وجدوا أي سفينة ما كان فيه أي سفينة في المنطقة فقاموا يتوصلون مع المعلمينة قالوا وصلنا للمنطقة بس ما لقينا أحد ما فيه أي سفينة تأكدوا من الموقع قالوا أنت عند السفينة قالوا ما نشوف شيء فأرسلوا لهم رسالة أنكم ابحثوا ممكن السفينة تم اختطافها من هذول القراصنة فعلا قاموا يبحثون يمين ويسار وكان وقتها حر شديد جدا كان الأمر متعب جدا عليهم يقولون كانت توصل لدرجة الحرارة لين ثمانية وأربعين طبعا شي بسيط عندنا لكن بالنسبة لهم ثمانية وأربعين مرة تعرف البحر مع قوة الشمس وعني ارتداد حرارة الشمس من البحر جدا يكون الأمر مر مزعج فقاموا يدورون يمين ويسار لكن الأمر كان متعب بعد ما تجاوز أسابيع من البحث فقرروا أنهم يتواصلوا مع البيك بوس أمريكا تواصلوا مع أمريكا أنه في سفينة في المحيط الهندي اختفت ونحتاج المساعدة فأرسلت أمريكا في ذاك الوقت سفينة تسمى بسلفرستار وقاموا يبحثون من جديد لهذه السفينة ومر أسابيعهم يدورون يمين ويسار لا لقيوا أي سفينة لكن بقدرة قادر السفينة ظهرت من العتب في نفس المكان اللي كانت موجودة فيه وكأن السفينة كانت مختفية وظهرت وهذا الأمر وارد في المحيطات كثير ظهرت هذه السفينة الضخمة بمنظر مرعب جدا وكانت تطفو على الماء ببطقة فظنوا الجميع أن السفينة مليانة بالقراصنة فتجهزوا بأسلحتهم وبدوا يقربون ببطقة لكن في كل مرة يقربون منها بدوا يقتنعون أن ما فيه أحد على السفينة السفينة جالسة تطفو الوحدة فقربوا شويتين حتى ظهر علم هولندا من بعيد وكانت السفينة هذه هولندية قربوا شوي شوية حتى وصلوا للسفينة ما كان على السفينة أحد طلعوا فوق السفينة وأول ما حطوا رجولهم على السفينة يقولون كأن دخلنا في منطقة مختلفة تماما السفينة كانت باردة برودة شديدة إلى درجة أن الجميع بدأ يرتجف وأن درجة الحرارة بره كانت آلية جدا عرفوا من هنا أن الموضوع فيه فبدوا يدورون لطاقم السفينة فأول ما دخلوا غرفة القيادة لك يو منظر مرعب جدا الجميع ميت كل طاقم السفينة في غرفة القيادة ميتين ومو أي موتة كانت موتتهم مرعبة جدا لأن الجميع مات يدي قدام جسمه وعيونهم وأفمامهم مفتحة وكأنهم كانوا يشوفون أمر مرعب جدا منظرهم كان مرعب بشكل ما حد يقدر يتخيل والغريب أنهم كلهم ميتين في غرفة القيادة ولا في قطرة دم واحدة وكأنهم ماتوا من الفزع كأن في شيء هجم عليهم وماتوا فقط من الخوف من هذا الشيء مرعب فبدوا الطاقم يدور على أي واحد حي بدوا يدورون على الأحياء عشان ينقذونهم لكن ما وجدوا أي واحد حي الجميع ميت فقرروا أنهم يسحبون السفينة لأقرب منه عشان يحققون في هذه القضية وعشان يقدرون يدرسون المسألة بشكل أوضح وش اللي حصل لهم بالضبط فقاموا يربطون السفينة عشان يسحبونها لكن أول ما سحبوها حصل الأمر اللي أرعب الجميع السفينة فجأة انفجرت انفجار ضخم جدا انفجرت انفجار ضخم جدا وغرقت في المحيط عرفوا البقية أن الموضوع فيه فيه شياطين المسألة المسألة فيه فيه قوة خارجية فقاموا وشلوا أنفسهم والجميع غادر فسميت هذه السفينة بسفينة الأشبه وما كانت هذه الحادثة الوحيدة ففيه كثير من السفن اللي حصل لها أحداث مشابعة وكثير من السفن اللي اختفت سفن وطيارات اختفوا في المحيطات الضخمة هذه في المحيطات والبحار هي مناطق مرعبة جدا مناطق خطيرة ومرعبة جدا فتخيل أن مع تطورنا الحالي ما تم اكتشاف من البحار والمحيطات هذه العشرين في المئة فقط يعني ثمانين في المئة من المحيطات اللي تشوفها هذه كاملة غير مكتشفة فالمحيطات هي من أخطر الأماكن على وجه الأرض أماكن خطيرة يكفيك أن عرش إبليس موجود على سطح هذه المحيطات يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعد وسرايا تخيل أن عرش إبليس في هذه المحيطات الضخمة ومو بس عرش إبليس الشيء المرعب في هذه المحيطات الضخمة ففي جزيرة غامضة في هذه المحيطات ويعيش في هذه الجزيرة المسيح الدجال ايه نعم المسيح الدجال عايش في جزيرة في هذه المحيطات الضخمة اللي ما تم اكتشافها فوين هذه الجزيرة وشي اللي حصل لها بالضبط وهل في أحد قد وصل لهذه الجزيرة أو لا كل هذا بإذن الله بنعرفه في حلقة اليوم أول هذه الأخبار أني كتبت كتاب جديد والكتاب هذا بعنوان مصانع الخلود كانت أول تجربة لي أني أكتب كتاب في حياتي كاملة ولكن التجربة كانت جميلة جدا وطبعاً الكتاب هذا فكرة مستمدة من مقطع منزلينا على هذه القناة في هذا المقطع كنا نتكلم عن قوم عاد وكيف أن قوم عاد سعوا للخلود على وجه الأرض والكتاب يتكلم عن هذه الفكرة عن حب البشرية للخلود على وجه الأرض وذكرنا قصص لناس حاولوا الخلود على وجه الأرض أو سعور الخلود على وجه الأرض وهذه هي فكرة الكتاب كاملة وإذن الله العليل العظيم أن هذا الكتاب ينال على إجابكم أما الخبر الثاني الحلو أننا فتحنا قناة ثانية جديدة ونزلنا على هذه القناة مقاطع يعني تقريباً أننا ما نقاطعين مرة واحدة أننا جلسين نزل مقاطع هناك فعشان لا يفوتك البرض المحتوى الذي نزله هناك لا تنزل تروح تشترك هناك وترى المحتوى الذي هناك ليس مختلف تماماً عن المحتوى الذي هناك ولكن يقدم بطريقة مختلفة تماماً فحنا ناخذ مواضيع نفس المواضيع اللي على هذه القناة ونحاول نصنعها بشكل جميل ففي جهد يبذل على هذه القناة كبير جداً وبشركم أني ما أنا الوحدي شغال على هذه القناة فعشان كده ما رح يؤثر على زخم هذه القناة فبتلقوني هنا بإذن الله دائماً وإن شاء الله بإذن الله أني أقدر أرجع على النظام السابق اللي هو كل أسبوع نزل مقطع ولكن أحتاج منكم دعاكم لأنني أقدر أرجع أنزل على هذه القناة بشكل أسبوعي لأن حسيت أن المقاطع صارت طويلة جداً وصارت تأخذ من وقتي كثير زمان كنت أنزل المقطع من 17 دقيقة إلى 20 دقيقة الحين صارنا ننزل من 30 دقيقة وفوق بشكل ما أنا عارف ليش ولكن صارت المواضيع جداً عميقة وتأخذ مني وقت طويلة فعشان كده أحتاج منكم دعاكم بالصبر وبالتوفيق من الله سبحانه وتعالى ودامني خرج هذا الشيء من قلبي ومن صدري خذ لك شيء تاكل ولا تنسى تابعني في كل السوشان وكتب أنست أكشن وبإذن الله العلي العظيم دوم نطول بسم الله نبدأ في فلسطين وبالتحديد في قبيلة عربية تسمى ببني الدار القبيلة هذه تسكن في منطقة اسمها لخم كان يعيش في هذه القبيلة رجل نصراني اسمه تميم الداري كان تميم الداري هذا من الرجال المتعلمين في دينه متعلم في النصرانية كثير لكن عايش حياته يعني على الفطرة فما هو قسيس وله يعني من الرهبان يعني ما كرز حياته كلها للعبادة زي ما يسوون الرهبان في ذلك الزمان لا لا كان إنسان عادي وكان عنده هوايات ومن هذه الهوايات أنه يحب يركب البحر للتجارة يحب يسافر ويتاجر برا ففي يوم الأيام قرر أنه يركب البحر هو وثلاثين رجل من القبائل المجاورة لبني الدارة كانوا أعدادهم تقريبا ثلاثين رجل وكانوا يقصدون في السفرة هذه أنهم يروحون للتجارة كانت زمان السفرة ما يصد رد وسالفت تسع ساعات ونرجع ما هي السالفة زي كذا تروح تجلس شهور ممكن عدة سنين بعدها ترجع كانت هذه طبيعة السفر زماني يقول تميم الداري أنه ركبنا هذه السفينة ومشينا في البحر بنية التجارة بس بعد فترة بسيطة صحينا على عاصفة شديدة جدا كانت سفينتنا كبيرة لكن العاصفة كانت أقوى من قوام السفينة بكثير في الأمواج أخذت هذه السفينة كأنها منديل في الهواء لعبت بنا الأمواج يمين ويسار كنا ننتظر متى تهدى العاصفة لكن العاصفة ما هديت استمرت العاصفة شهر كامل وهي تلعب فينا في البحر كنا موقنين بالموت خلاص شهر كامل وحنا في هذه البحار المظلمة والأمواج تأخذنا يمين ويسار ما نعرف وين حنا أيقلنا أنه خلاص هذه نهايتنا لكن من الله علينا وانتهت العاصفة طلع الصباح من جديد لكن والله ما نعرف وين حنا ما ندري وين حطنا الله تغير علينا كل شي ما نعرف وين مكاننا في الخريطة وحنا على هذا الحال يائسين ونطالع يعني في بعض وش نسوي وين نروح وش الوجهة إلا ونشوف جزيرة من بعيدة كنا حي الله كويس أن فيه جزيرة في يابسة بس نبغى نحط أنفسنا على هذه اليابسة بس نتأكد أنه بخير من اللي حصل فتوجهنا لهذه الجزيرة في يوم قربنا من الجزيرة وقفنا هذه السفينة الضخمة ونزلنا القوارب الصغيرة شفت السفينة الضخمة دائما يكون معها قوارب صغيرة فنزلوا هذه القوارب عشان ما تنشب السفينة في رمال الجزيرة دخلنا الجزيرة بدينا نستكشف في هذه الجزيرة الغامضة بس وحنا نمشي وندور يمين يسار إلا بكائن غريب جدا يظهر لنا فنظرنا في هذا الشي له بإنسان وله حيوان وله شي نعرفه ومليان جسم شعر فما نعرف وجهه من قفاه يقول فمن الخوف نادينا عليه فقلنا وي لك ما أنت وش أنت أنت أعوذ بالله منك لكن العجيب أن هذا الشي رد علينا فقال أنا الجساسة أنا الجساسة فقلنا وما الجساسة وشي الجساسة دي فردت علينا وقالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير يعني البيت فإنه إلى خباركم بالأشواق فنظرنا إلا والله فيها بيت بعيد يقولون لما سمت لنا رجلا فرقنا أن تكون شيطانا يقولون يوم عرفنا أن فيه كائن حي بشري على الجزيرة هذه شردنا منها خوفنا أنها تكون شيطانا تراكذنا بسرعة لهذا البيت يقولون ندخل هذا البيت بس عشان نتأكد أنه بخير وأنه يعني نجونا من هذه الشيطانة فيهم دخلنا فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقه وأشده وثاقه فيهم دخلنا البيت لقينا إنسان عظيم الجسم وأشده وثاقه فكان مربط ومربط بالسلاسل مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديث فالله أعلم إنها يديه مربطة إلى عنقه بهذا الشكل والحديث ممدود من ورغ ظهره ومربط به من ركبه إلى كعبيه منظر مرحب حقيقة والوثاق عجيب جدا لأنه ما حد يقدر يفتكمنه قوتك زي كذا يعني أضعف بكثير من العكس بطنك أكيد أنه أضعف دائما من ظهرك فالحديث شاد على ورغه ويقولون فقلنا ويلك ما أنت إنا شردنا من الجساسة الحين خايفين منها وقعنا فيك أنت قالوا نحن أناس من العرار ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلا فلعب بنا الموج الشهر جلس يلعب فينا الموج الشهر ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشهر لا يدرى ما قبوله من دبوري من كثرة الشهر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة فقلنا وما الجساسة قال تعمدوا إلى هذا الرجل في الدين فإنه إلى خبركم بالأشواء فأقبلنا إليك سراحة وفزعنا منها جيناك مسرعين خايفين منها من هذه الجساسة ولم نأمن أن تكون شيطانا في هذه الجزيرة المهجورة لكن فجأة سألهم المسيح الدجال سؤال بعيد جدا عن الموضوع فقال لهم أخبروني عن نخل بيسان قالوا في بعض نخل بيسان موجود في أرض بيت المقدس وهي منطقة موجودة ليومك هذا لكن المنطقة تغير اسمها لبيت شان الاحتلال هو ما يفعل فكأننا سألهم عن خبر نخل بيت شان أو بيسان فرطينا عليه وقلنا له عن أي شأنها تستخبر وش تبوا تعرف عنها فقال لهم أسألكم عن نخلها هل يثمر فقلنا له نعم يثمر فقال أما إنه يوشك وأن لا تثمر وبعدها سألنا سؤال مختلف تماما قال أخبروني عن بحيرة طبرية فقلنا له عن أي شأنها تستخبر فقال لنا هل فيها ماء فرطينا عليه وقلنا هي كثيرة الماء وبحيرة طبرية موجودة في زمن الحالي ترى لها أسماء مختلفة فمن أسماءها بحيرة جليل وبحيرة طبرية حد ولها اسم ثاني كيني ريتس قال لنا أما إنما أها يوشك وأن يذهب وكأن المسيح الدجال هنا يقول بأن إذا حصلت هذه الأشياء دليل على قرب خروج يعني إذا صار نخيل بيت شان محد يثمر وجفت بحيرة طبرية هذه علامات على قرب خروج وبعدها سألنا سؤال ثالث وقال لنا أخبروني عن عين زغر فقلنا لها عن أي شأنها تستخبر فقل لنا هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين فرطينا عليه وقلنا لها نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من ماء هذه العين فالوضع تمامي لنا الحين وعين زغر هذه موجودة على الحين وهي تقريبا في جنوب البحر الميت وهي موجودة في الأردن فبعدها بدأ يسألنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقل لنا أخبروني عن نبي الأميين ما فعل وكان وقتها خبر النبي صلى الله عليه وسلم منتجر في جزيرة العرب كاملة معروف محمد هذا الرجل المدعي النبوة كان هذه الأخبار زمان وأمره بدأ يظهر بين العرب صار له سلطة وقوة فقلنا قد خرج من مكة ونزل إلى يثرب هاجر الهجرة من مكة للمدينة قال لنا أقاتله العرب قلنا لا نعم فرد علينا وقال كيف صنع بهم وهنا بدأنا نشرح لكيف أنه صار لها اسم وكيف أنه سيطر على نصف جزيرة العرب كيف أن العرب بدأوا يطيعون هذا الرجل وحنا وقتها كنا نصار فيعني الموضوع بالنسبة لنا نعادي محمد هذا لا ما نعرف من هو محمد هذا هل هو صادق أو كادر فكان فيه استياء من أن محمد يعني بدأت العرب تطيعه وقال لنا قد كان ذلك أيو الله ظهر على العرب والعرب أطاعه وهنا صدمنا أنه قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوا خير لهم أن يطيعوا كيف كذا هذا عكس المفاهيم اللي عندنا بعدها مباشرة بدأ يشرح لنا من هو هذا الشخص الجسيم المربط بالحديث يقول وإني مخبيركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فقال لنا فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلت يصدني عنها وإن على كل نقاب منها ملائكة يحرسونها وإن مكة عرفناها لكن طيبة وش هذي ما كانوا يعرفون شي طيبة وقتها والعجيب أنها مسمى طيبة ما جال بعدين ترى لكن مسيح الدجال وقتها قال مكة وطيبة خرج تميم الداريو مع الثلاثين نفر هذولة وتشاردوا من هذه الجزيرة وركبوا السفينة هذه وغاتروا الجزيرة هذه الله أعلم كيف رجعوا ما هم تكور لنا لكن الحين خلونا نجي بالتفصيل على الثلاثة مناطق اللي ذكرهم المسيح الدجال وإشحالها الحين هل العلامات هذه ظهرت ولا باقي ترى المعلومات اللي بقولها لك الحين ترىها خطيرة جدا وكانت صعبة جدا أني ألقاها في جميع المواقع بحثت بحث عميق جدا عشان ألقى إشحال هذه المناطق يعني اللي بتسمعها الحين أخبار جدا صعب تلقاها لكن بحط لكم الروابط في الدسكريبشين لكن أنت ومسؤوليتك لأنها حقيقة مواقع تبع يعني ما يحتاجون لكم طبعا المسيح الدجال هنا بدأ يتساءل عن الأحداث بشكل عكسي لأن أصلا مبدأ تساؤل كان عشان يعرف كم باقي له من الوقت وإظهار فبدأ بالأقرب لظهوره وانتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عرف أن ما باقي له إلا ثلاثة علامات وإظهار واللي هي جفاف عين زغر وجفاف بحيرة طبرية وموت نخيل بيتشان أو بيسان فعشان كده حنا بنبدأ بأول العلامات اللي تظهر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة واللي هي جفاف عين زغر في يوم نيجي لتساؤل المسيح الدجال عن عين زغر فكان يسأل ويقول هل في العين ما وهل يزرع أهلها بماء ذلك العين فكان تساؤل عن عين زغر هل في العين ما وبرضو هل يزرع أهلها بموية ذيك العين فوين عين زغر وإش حالها في زمننا الحال عين زغر هذه هي عين موجودة في الشامة وبالتحديد في المناطق الأردنية وهي قريبة جدا من حدود فلسطين الآن وهي تقع بالتحديد بالتحديد في جنوب البحر الميت عشان ما تأخذون العلم مني بس خلونا نبحث أنا وأنتم الآن عن موقع عين زغر بالضبط فلو نبحث عن عين زغر الآن بنلقى أن عين زغر زي ما أنتم شايفين في المناطق الأردنية وبالتحديد في جنوب البحر الميت اللي هو ديد سي اللي انتم شايفين أهلا وطبعا هذه العين زمان كانت عين كثيرة الماء وكان أهلها يزرعون من ماء ديك العين لكن حال العين الآن في زمننا الحالي هي 8% جافة حتى لو ندخل على الصور المدرجة في عين زغر في موقع عين زغر بأن نلاحظ زي ما انتم شايفين العين قليلة الماء جدا 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 بشكل مرحب ولا أعتقد أن أهلها يزرعون من ماء ديك العين أبدا لأنها يلا يلا جلسة تخرج الماء لو تلاحظون حتى أن الأرض اللي حولها تقريبا جافة فالعين تعتبر عين شبه ميتة أو شبه شافة وهذه هي ثاني العلامات اللي تظهر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمتج تدخل على التعليقات تعليقات الناس تحت بتلقاهم كلهم يتكلمون عن جفافها وعن قرب خروج المسيح الدجال فهذا محمد يقول إنها شبه جافة يا مسلمين اتقوا الله حيثما كنتم وأتبعوا السيئة الحسنة تتمحوا وخالقوا الناس بخلقين حسن اللهم إنا نعود بك من شر فتنة المسيح الدجال واللي تحت برضو فتنة المحية والممات ومن فتنة المسيح الدجال فالجميع يتعوذ هنا في التعليقات برضو من شر فتنة المسيح الدجال وهذه هي كانت قصة عين صغر في زمننا الحالي لكن أشي اللي حصل لباقي العلامات أشي اللي حصل لبحيرة الطبرية ونخيل بيتشان هذه العلامتين مترابطة في بعض بشكل ما تتخيلها هذه العلامتين قريبة من بعضها ومرتبطة في بعضها والله أعلم أن هذه العلامتين تصير ورا بعض بشكل سريع وراح أقول لك ليش بالضبط بس قبل أقول لك إش اللي يربطهم مع بعض لازم نعرف بعض الأشياء اللي مرة مهمة واللي هي أن المياه قليلة المعادن السرع في التبخر من المياه كثيرة المعادن والأملاح في يعني المعادن اللي داخل المياه تبطئ من عملية التبخر في يعني المياه كثيرة المعادن والأملاح تتبخر بسرعة أما المياه اللي كثيرة المعادن والأملاح ما تتبخر بسرعة تكون أبطأ في التبخر طيب إش هي المياه اللي قليلة الأملاح والمعادن المياه قليلة الأملاح والمعادن هي تمثل المياه المحلة يعني مياه التحلية بجميع أشكالها أما المياه كثيرة المعادن فهي تمثل الأنهار والبحار والبحيرات وحتى الأبار وهذا اللي يودينا للنقطة اللي بعدها واللي هي المياه الجوفية إش هي المياه الجوفية؟ المياه الجوفية هي أنهار تجري من تحت الأرض أنهار كاملة تجري من تحت الأرض وهي اللي تعطينا فرصة أن نقدر نحفر أبار ونطلع الموية من داخل الأرض حتى لو كانت الأرض جافة بس من وين جات هذه المياه الجوفية من وين جات هذه الأنهار اللي تجري من تحت الأرض طبعا المياه الجوفية هذه هي مصدرها مياه على سطح الأرض في الأصل فأي مسطح مائي موجود على سطح الأرض مياه تترسب شيء فشيء حتى تصل إلى طبقة صخرية من طبقات الأرض تجلس هذه المياه تتجمع تتجمع في هذه الطبقة الصخرية حتى تصبح أنهار تجري في هذه الطبقة وطبعا هذه المياه الجوفية لها دخل حتى برضو في التربة اللي تجري من تحتها فإذا كانت هذه المياه طيبة خلت من التربة اللي فوقها تربة طيبة صالحة للزراعة أما إذا كانت هذه المياه الجوفية مياه كثيرة الأملاح وكثيرة الشوائب وخبيثة يعني تجعل من التربة اللي فوقها تربة سيئة وخبيثة يعني المياه الجوفية ممكن تأثر بشكل إيجابي في التربة أو بشكل سلبي أما الشيء الثالث والأخير أن المسطحات المائية تقاس بحسب مستواها من سطح البحر فإذا كانت في مستوى سطح البحر يعتبر هذه البحيرة في أحسن أحوالها وكل ما نزلت تنزل في مراحل تسمى بالخطوط الحمراء والخطوط السوداء ويعني سالفة طويلة ما بشرح لكم مياه له لكن في خطين مهمين جدا ضروري نعرف وهي يعني الخطين اللي بعدها خلاص المسطح المائي هذا يعتبر مسطح مائي ميت خلاص لا حيات فيه عشان كذا جبت لكم السبورة اليوم وراح أشرح لكم على هذه السبور خلونا نقول أن هذا هو مستوى سطح البحر الخط الأبيض هذا هو مستوى سطح البحر وأي بحيرة في نفس هذا المستوى تعتبر بحيرة حالها كويس جدا لكن حال هذا المسطح المائي يبدأ يسوء شيء فشيء كل ما ينزل عن مستوى سطح البحر حتى يصل إلى نقطة تسمى بالخط الأحمر الأدنى وإذا وصل أي مسطح مائي للخط الأحمر الأدنى هذا يعتبر دخل في مرحلة الموت ويعني بدأ مرحلة خطيرة جدا طب وين هذا الخط الأحمر الأدنى؟ زي ما تشايفين 214 متر تحت سطح البحر الخط الأحمر الأدنى يبلغ انخفاض عن مستوى سطح البحر 214 متر فيقاس كذا أن المسطح المائي إذا وصل إلى سالب 214 متر تحت مستوى سطح البحر يعتبر هذا المسطح المائي بدأ يلفظ أنفاسها الأخيرة لكن في مستوى أنزل من هذا وهو المستوى اللي بعدها تصير الكوارث في أي مسطح مائي أو هذا المسطح المائي والخط هذا يسمى بالخط الأسود والخط الأسود هذا هو منخفض عن مستوى سطح البحر بـ 215 متر تقريبا والخط هذاك بعدها البحيرة تبدأ تدخل في مرحلة متقدمة لا نجاح فيها إلا بمعجزة خلاص تصير هذه البحيرة بحيرة ميتة أو هذا المسطح المائي بالأصح مسطح مائي ميت بس ليش إذا وصلت لهذه المرحلة تبدأ الكوارث؟ أولا لأن أي مسطح مائي ما بيوصل لهذه الخطين إلا وقت تبخر مياه كثيرة منها فتتبخر المياه وما يبقى من المياه هذه اللي تبخرت إلا معادنها وأملاحها فتتجمع وتترسب هذه الأملاح داخل هذا المسطح المائي حتى تصبح هذه المياه يا ميتة يا مالحة جدا خير صالحة أبدا لا لعيش الأسماك ولا للحياة ولا حتى للزراعة تصير منطقة ميتة عشان كده إذا وصلت لهذه الخطين تعتبر هذه البحيرة وهذا المسطح المائي ميت تماما لكن تدري شو الشيء اللي يفجح؟ أن بحيرة طبرية تقع فوق الخط الأحمر الأدنى بأربعة أمتار فقط تقريبا فمتوسط مستوى بحيرة طبرية هو 211 متر تحت مستوى سطح البحر وبالتحديد فوق الخط الأحمر الأدنى زي ما قلت بأربعة أمتار فقط كمتوسط وهذا الأمر يجعل من بحيرة طبرية أخفض مسطح مائي عذب على وجه الأرض ما فيه أي مسطح مائي وصل لهذه المرحلة وبقي زي ما هو عذب فبحيرة طبرية هي معرضة للهلاك في أي لحظة لكن العجيب واللي متعجبي من هالناس أنها لازالت حذبة مياه حذبة مع أنها وصلت لهذا الانخبار أول شي خلونا نتعرف وينما كان بحيرة طبرية في يوم نجي نبحث في جوجل ماب على بحيرة طبرية بنلقى أن هذه هي بحيرة طبرية أو ما يسمى ببحيرة جليل في زمان أول كان اسمها بحيرة طبرية هذا المسطح المائي لابد أن يكون له تأثير على المياه الجوفية في المناطق المحيطة لأنه زي ما قلنا قبل كذا أن أي مسطح مائي موجود على سطح الأرض لا شك أن شيء من موية تترسبت وأصبحت من المياه الجوفية يعني بحيرة جليل هنا أو بحيرة طبرية لها دخل في جميع المناطق المحيطة فيها لأن نمويتها لها دخل في المياه الجوفية للمناطق المحيطة فيها ومن المناطق المحيطة في بحيرة طبرية هي منطقة تسمى ببيت شان زي ما أنتم شايفينها الآن ونقرب عليها شوي بيت شان اللي فيها نخيل بيت شان نعم شوف عندهم حتى أعتقد شيء من المتاحف وهذه الأمور هذه هي بيت شان اللي فيها النخيل اللي بيجف واللي بعدها سيظهر المسيح الدجال شوف البحيرة وين هي بحيرة طبرية وشوف نخيل بيت شان كيف قريبين من بعض هذا الشيء يعلمنا بأن أي شيء يصير في مياه بحيرة طبرية بيأثر على تربة نخيل بيت شان عشان كده هذه العلامتين مرتبطة في بعض كثير طيب الحين إيش اللي حصل لبحيرة طبرية لو نرجع لسؤال المسيح الدجال عن بحيرة طبرية بنلقى أن المسيح الدجال يسأل عن ماءها فيقول الدجال عن ماءها هل فيها ماء؟ كان يسأل هل فيها ماء أو لا؟ فردوا الصحابة عليه وقالوا هي كثيرة الماء الصحابة يقولون أنها كثيرة الماء والآن نشوفها ما بينها وبين الخط الأحمر الأدنى واللي هو يعتبر مرحلة الاستحضار لأيه مسطح مائي إلى أربع أمتار فقط إيش اللي حصل؟ ما تتغير الموضوع؟ ما تتحولت بحيرة طبرية من بحيرة كثيرة الماء إلى بحيرة شبه جافة بس قبل ما أقول لكم متى خلونا ندخل على الموقع الرسمي والموقع الحكومي لبحيرة طبرية وهذا الموقع موقع تبع الاحترام طبعا زي ما أنتم شايفين على اليمين على أقصى اليمين في الجتول هذا هذا محدل مستوى سطح البحيرة نفسها بالنسبة لمستوى سطح البحر عشان كذا تشوفها سالب 210 هذا يدل على أنها نازلة عن مستوى سطح البحر بـ 210 أمتار وهذه الإحصائيات في آخر سنة في آخر شهور حتى لكن في هذا الجدول بإمكانك ترجع إلى عام 1966 وإحنا نرجع لحين أمام عيونكم بنلاحظ أن معدل سطح المياه نفس ما هو ما تخير عادة ما يكون أعلى بشوية أو أنقص بزيادة بس السؤال ليش؟ ليش تم مراقبة مستوى سطح هذه البحيرة من عام 1966 بالضبط قصة كلها بدت بعد سنتين من الاحتلال تم احتلال فلسطين عام 1948 بعدها بسنتين بالضبط وعام 1950 بدت بحيرة طبارية أو بحيرة جليل يلاحظون بأنها بحيرة منخافضة مستوى مياها منخافضة جدا يعني بشكل مرحب جدا الله أعلم هل كان انخفاضها بشكل سريع بعد الاحتلال أو أن انخفاضها جاء بشكل تراكمي الله أعلم ولكنهم لاحظوا هذه المسألة وبدوا يجتمعون مع بعضهم ويناقشون المسألة بينهم البين وقرروا أنهم فعلا يسوون عملية استمطار طبعا وقتها كانت عمريات الاستمطار يعني دوبها مكتشفة تم اكتشافها أصلا عمريات الاستمطار هذه في 1946 يعني عام 1946 ميلادي ما لهم تقريبا إلا أربع سنوات من اكتشاف عمليات الاستمطار وشي عملية الاستمطار؟ عملية الاستمطار هي تلقيح السحاب بمادة كيميائية تجعل المياه اللي داخل هذه السحابة تتكثف أكثر ويهطل المطر من بعدها طبعا المادة اللي يدخلونها هذه تعرف بمادة يوديد الفطة وطبعا طلعت بعدها مواد كثير جدا بسبب أن هذه المادة يوديد الفطة هي مادة خطيرة جدا مادة تعتبر سامة كثرتها تجعل من المياه اللي تهطل مادة سامة لكن فعلا يوم اجتمعوا بدوا يدرسون المسألة شي في شي قرروا بأنهم يسوون أول عمليات الاستمطار على منطقة جليلة تسووا عمليات الاستمطار ومن هذاك الوقت إلى يومك هذا وعمليات الاستمطار مستمرة على بحيرة طبري طبعاً ما يسوون عمليات الاستمطار مباشرة على البحيرة يسوون عمليات الاستمطار على الجبال اللي حول هذه البحيرة في يوم نجي ندخل على بحيرة طبارية ونقرب عليها بنلاحظ أنه في جبال حولها الجبال هذه كلها كانوا يسوون عليها عمليات الاستمطار بحيث أنها المياه تنزل بشكل طبيعي إلى هذه البحيرة وإنه كان في مخاوف كبيرة جداً من المواد الكيميائية المضافة في عمليات الاستمطار فكانوا يدفعون البلاء بسالفة أنها تحطل على الجبال العسى أنها تترسب بشكل طبيعي وتبدأ تتجمع بشكل طبيعي وتكتسب شيء من المعادن والأملاح من التربة التي تمر عليها حتى تصل لهذه البحيرة وبرضه مذكور بأنهم سووا عمليات حتى استمطارها على بحيرة جليل بشكل مباشر وطبعا ما كثرت الاستمطار طول هذه السنة واستخدام مادة اليوديد هذه بكثرة تغير تركيب المياه الموجودة في البحيرة وهذا الأمر أثر على المناطق الزراعية حول بحيرة طبرية من هذه المناطق برضو نخيل بيتشان في نخيل بيتشان في عام 1999 لاحظوا أن النخيل ضعف بشكل كبير جدا حتى أصبح عرضة لسوسة تسمى بسوسة النخيل الحمراء طبعا تسمى بالآفة لأن سوسة النخيل الحمراء هذه إذا أصابت النخيل يعني ما في رجعه ما في رجعه خلاص يعني سوسة النخيل الحمراء هذه تعتبر فعلا نشبة إذا أصابت النخيل ما مستحيل تقدر تطلعها منه فعلا من عام 1999 إلى يومك هذا ونخيل بيتشان يحاني من سوسة النخيل الحمراء مع أنهم حاولوا يعالجون التربة ويعالجون النخيل ويدورون حلول قاطعة لمسألة سوسة النخيل الحمراء هذه لكن كل جهودهم هذه من دون أي جدو وأنا أعتقد أنه فيه تدبير إلهي للمسألة لكن السبب الرئيسي اللي جعلها الله أن التربة فعلا تغيرت تركيب التربة تغير أثرت على قوام النخيل هناك إلى درجة نضعف عشان كده دائما أقول لكم أن بحيرة طبرية ونخيل بيتشان علامتين تصير وراء بعض مباشرة طبعا البحيرة من عام 1999 وصلت لأقصى مراحل الجفاف في عام 2000 بالضبط فيما ندخل حتى على الجدول هذاك تذكرون ونروح على 2000 في عام 2000 نلقاها وصلت فعلا للخط الأحمر الأدنى تقريبا وصلت لا إلا شيء يعني وصلت لهذه المرحلة اللي خلاص من بعدها تلفظ أنفاسها الأخيرة ولكن سووا عمليات استمطار كثيرة وحاولوا أنهم يحلون المشكلة بشكل كبير جدا إلى درجة أنهم استخدموا المياه المحلة فبدوا يضخون المياه المحلة في البحيرة بس كانوا يضخونها بشكل يعني بسيط ضخة وحدة ويقطعون فكانوا يضخون فترة ويقطعون فترة لكن المشكلة أن المياه المحلة قليلة المعادن وقليلة الأملاح وقد ذكرنا أن المياه المحلة هي سريعة تتبخر بسرعة فكانوا يضخون المياه من هنا تتبخر من هنا وتبقى الأملاح موجودة فهذا الشيء أثر حتى على ملوحة البحيرة فالمياه المحلاة فيها نسبة من المعادن والأملاح لكن نسبة ضئيلة جدا تتبخر هذا المياه وتبقى أملاحها موجودة في البحيرة فعلا آخر السنوات زادت نسبة ملوحة البحيرة بشكل اضطرتهم أنهم يحاولون يعالجون المياه وخلتهم يبدون بشكل أكثر يضخون مياه محلاة أكثر وأكثر صارهم عالقين في زيد دائرة الذين قرروا قرار في آخر السنوات في عام 2022 أنهم يسوون مضخة دائمة يفتحون مضخة لمياه محلاة للبحيرة بشكل دائم عشان يرجعون مستوياتها لمستوى سطح البحر الحاتي أو أقل شيء يرفعون مستوى سطحها إلى منطقة آمنة لأنهم دائما مستويات سطح بحيرة الطبرية من هداك الزمان إلى يومك هذا ما بينه وبين الخط الأحمر الأدنى إلا شيء بسيط جدا وهذا الشيء يأثر بشكل كبير جدا على حتى الاقتصاد هناك في 2022 قرروا أنهم يسوون هذه الخطة أنهم يضخون مضخات كبيرة جدا تعبي البحيرة بمياه محلة وهم على يقين جدا أن المياه المحلة مياه ميدة تتبخر بسرعة بشكل كبير جدا أو بشكل أسرع جدا من المياه العادية المياه الطبيعية ولكنهم كانوا يدورون على الحلول الأسهل والأسرع طبعا هذا الأمر يعني لازال فيه مخاوف كبيرة من هذا الأمر لأن المياه المحلة وقليلة المعادن والأملاح تتبخر أسرع بكثير من المياه الطبيعية يقول واحد من علمائهم الحقيقة ما تشرف أني أقول اسمه فهذا هو اسمه قدامكم يقول أنا قلق من أن اجتماع المياه المحلة مع المياه المالحة للبحيرة يمكن أن تخلق مناطق ميتة أنا أعتقد أن اللي يقصد المياه المحلة اللي هي المياه الميتة والمياه المالحة اللي هي مليئة بالمعادن وفي ردود ثانية يقول سنكون أول من يضع المياه المحلة في بحيرة طبيعية لم نجد أي شيء يمثل مشكلة أثناء الاختبارات ولكن بالتأكيد ستكون هناك أشياء لم نفكر فيها فالله أعلم أن من أحد المشاريع هذه اللي بيسوونها والتصرفات المتسرعة هذه بتكون سبب من أسباب شفاف هذه البحيرة وبالتالي موت نخيل بيتشان والله أعلم أن هذه العلامتين مرتبطة في بعض ارتباط قوي جدا وحصولهم يكون سريع وراء بعض مباشرة بشكل ما حد يتخيلها علمهم نرجع لقصة تميم الدهري تميم الدهري رجع لفلسطين فبعد فترة من رجوعها لفلسطين سمع خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل لفلسطين محمد النبي الأمي جاي لفلسطين جاي يهاجم على الروم واللي هي غزوة تبوكي وقصينا القصة كاملة وش اللي حصل في هذه القصة؟ علمهم أنه والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في تبوك نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن بيت المقدس لن يفتعل لن يفتعل الآن إلا بعد موتك يا محمد اللهم صلي وسلم عليك وساق الله سبحانه وتعالى تميم الدهري للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يخبر هذا الخبر يخبر بهذه الأخبار تصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها أن المسيح الدجال الحي موجود في يومك الحالي ومن الممكن الوصول له في يوم أخذ الله سبحانه وتعالى هرق الله وفاتح الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ووحد النبي صلى الله عليه وسلم جميع قبائل العرب وأصبح جزيرة العرب كلها داخل نطاق النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام رجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وتميم الدار معهم هاجر في سبيل الله في يوم وصلوا للمدينة قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب في الصحابة ويقصلهم قصة تميم الدهري ويش اللي حصل له في البحر كيف أنه قابل المسيح الدجال ويش اللي قل لها المسيح الدجال وكل القصة بالتفصيل له وهذا الحديث موجود في صحيح البخاري حديث صحيح فبعد ما قصلهم القصة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عصاه على المنبر وقال بعدها هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك قالوا الناس نعم يا رسول الله يقول النبي فإنه أعجبني حديث تميم إنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدد وين جزيرة المسيح الدجال فقال ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن وهذا قبل منزل الوحي من السماء يعلمه وين ما كان بالضبط وين البحر اللي هي جزيرة فيه فنزل عليه الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق وشو المحيط اللي موجود في المشرق؟ المحيط هذاك هو المحيط الهادي والله أعلم أنه هو المحيط اللي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما في بحر موجود في المشرق إلا المحيط الهادي فعلا المحيط الهادي هو أكثر المحيطات اللي موجود فيها جزر يعتبر هو أكثر محيط موجود فيه جزر حتى يوم تشوف من الخريطة من بره بتلاحظ الجزر كيف كثرتها في هذاك المحيط وهنا نبدأ نضع الاحتمالات عن وين مكان جزيرة المسيح الدجال بالضبط وأول هذه الاحتمالات أن هذه الجزيرة هي موجودة ولكن هذه الجزيرة هي مخفية عنها بأمر من الله سبحانه وتعالى فمثل ما أخفى الله سبحانه وتعالى قوم يأجوج ومأجوج واللي هم أضعاف أضعاف البشرية أخفى الله سبحانه وتعالى عنها جزيرة المسيح الدجال لأمر يعلمها الله سبحانه وتعالى وممكن هذا الاختفاء يكون لها تفسير علمي في المحيط الهادي من أكثر المحيطات اللي اختفت فيه جزر حتى إن في عالم من العلماء علماء الجيولوجيا ألف كتاب كامل في اختفاء الجزر في المحيط الهادي وسمى هذاك الكتاب الجزر المفقودة والقارات المخفية في المحيط الهادي يعني ألف كتاب كامل عشان يعلمنا إن المحيط الهادي اختفت فيه جزر كثير ومو بس جزر حتى قارات كاملة اختفت في المحيط الهادي طبعاً اللي ألف هذا الكتاب هو عالم جولوجيا ومتخصص في مسألة التغيرات البيئية اسم هذا العالم باتريك الدينون إن شاء الله أني قلت اسمه صح لكن بحطه لكم هنا فيقول هذا العالم في كتابه هذا أن المحيط الهادي اختفت فيه جزر كثير وذكر منه هذه الجزر هي جزيرتين زي ما أنتم شايفين الحين قدامكم في الصورة إنه فيه جزيرتين فعلاً مختفية وأسماء هذه الجزيرتين تالامب ومالفينغ وهم يقعون في جنوب المحيط الهادي يعني تقريباً في المكان اللي أشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وطبعاً ما أقول لكم إن هذه الجزر فعلاً وحدة منها هي جزيرة المسيح الدجال ولكن إن المحيط الهادي فعلاً اختفت فيه جزر كثير وقارات فيقول عالم الجولوجيا باتريك هذا في كتابه أن فيه جزر كثيرة اختفت في المحيط الهادي بعضها نعلمها والآخر لا نعلمها فممكن والله أعلم إن وحدة من هذه الجزر اللي اختفت في المحيط الهادي هي جزيرة المسيح الدجال والله أعلم ولكن مو هذا هو الاحتمال الوحيد الاحتمال الثاني أن اللي حصل لتميم الداري هو إخبار من الله سبحانه وتعالى لنا أن جزيرة المسيح الدجال موجودة وأن بإمكان البشرية أنهم يوصلون لهذه الجزيرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على جهة وجود الجزيرة وماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على جهة وجودها إلا لأنها موجودة قطعا وأن بإمكان البشرية أنهم يوصلون لها فأكد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاث مرات من المشرق ما هو من المشرق ما هو من المشرق ما هو وهذا تأكيد على أن جزيرة المسيح الدجال هي موجودة وأن اللي يوصل لها بيلقى المسيح الدجال إلى خبره بالأشواق مثل اللي حصل لتميم الداري بالضبط وإذا كان تخميننا صحيح بأن جزيرة المسيح الدجال هي في المحيط الهادي فالمحيط الهادي هو أكثر محيطات جزر من بين كل المحيطات وهو أكثر محيطات حراسة مشددة من قبل أمريكا حتى أنه يتمركز أكبر أسطول بحري على وجه الأرض في المحيط الهادي وعندهم منظمة خاصة يعني منظمة فقط مخصصة للمحيط الهادي والهندي واللي هو يعني بحار بحار المشرق يعني في نفس المكان اللي أشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله وبكذا عرفنا أن المحيط الهادي والهندي فيه أكبر أسطول بحري حربي لأمريكا وفق ذا كله أمريكا تمتلك جزر في كل محيطات العالم كامل لكن أكثر محيط تمتلك فيه جزر هو المحيط الهادي وأغلب هذه الجزر حولتها إلى قواعد عسكرية وهذا الأمر مفهوم لأنه في الجهة الأخرى أكبر دولتين عدوة لأمريكا الصين والروسيا ولكن في جزوة ثانية تعتبر مراكز الأبحاث والعجيب في الأمر أن الجزر الثانية هذه اللي تعتبر مراكز الأبحاث العلمية ممنوع الطيران من فوقها أبدا يعني بنتفهم سالفة أن القواعد العسكرية ممنوع الطيران من فوقها لأسباب يعني عسكرية بحت لكن مراكز أبحاث علمية وبيئية ما لها دخل أبدا لكن تعتبر حتى الجزر اللي فيها أبحاث علمية تعتبر جزر ممنوع طيران حتى من فوقها ممنوع دخولها ولا الاقتراب منها حتى فالله أعلم إذا في أحد سبق لهذه الجزيرة وكان المسيح الدجال إليه بالأشواء أو إيش اللي حصل بالضبط فلو نجي لحضارة الغرب بنلاحظ في رموز كثيرة ترمز للعين وللمسيح الدجال بشكل غريب جدا فبتلقاها في أموالهم وفي أوشامهم وفي حتى أشكاله ولكن العجيب أن كل هذه الصفات الجسدية ما هي موجودة في أي كتاب أبدا ما هي موجودة في أي كتاب على وجه الأرض الآن إلا في السنة النبوية فيا إنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكلام محمد صلى الله عليه وسلم أو إنهم مأخذين هذه الصفات من المصدر نفسها هذا بإذن الله بنخليل حلقة كاملة بنتكلم فيها عن المسيح الدجال وبيكون في سلسلة رحلة الخلود هذه الحلقة بتكون خاصة مخصصة تماما للمسيح الدجال في صيفاته وكيف يخرج ومتى يخرج وكيف بيطوف الأرض ألين هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم أنا عارف إن هذه الحلقة كانت دسمة جدا كل المصادر بإذن الله بترقونها في صندوق الوصف إذا وصلت ألين هنا لا تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تشوف باقي السلاسل الموجودة على هذا القناة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أن تستغفرك وتقولك أشوفكم على خير ورح توحجون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ما هي موجودة إلا في السنة النبوية الله يفرعك يا البيت استغف الله توبيعيش لا إله الله عزي الله الشيطان شبني خيفت مرة اشتركوا في القصة اشتركوا في القصة استغف الله اشتركوا في القناة استغف الله أن انا أكل ذا الجبن اشتركوا في القناة